عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط أهل السعيد إلى أن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق مصر السيادي هو استقطاب الاستثمارات والمساهمة في زيادة مشاركة القطاع الخاص مؤكدة أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقالبات الاقتصادية التي واجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة من جهته أوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان أنه يوجد 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في ست قطاعات مختلفة كما استعرض الاجتماع والتطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي الإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية